من موسكو تنضم إلينا الدكتور إيلينا سوبونينا مستشارة معهد آسيا للدراسات الاستراتيجية في موسكو أهلا بك سيدة إيلينا بينما وصفه بطعن للأكراد أو ربما هدية عيد الميلاد لموسكو أو تفاهم جديد بين أنقرة وواشنطن لا أعلم كيف تطلقين على سحب القوات الأمريكية من سوريا لكن طلعنا بوتين بهالتصريح العام القادم هو عام التسوية السياسية في سوريا لماذا دلالات التوقيت كيفية التطبيق دكتور إلينا مساء الخير اليوم رئيس بوتين لم يخفي ارتياح بسبب قرار دونالد ترامب ولكن في نفس الوقت أنا لحظت أن الرئيس الروسي كان حذر جدا وهذا الموقف يعكس موقف أكثرية المحللين أو القادة السياسيين في روسيا وهو عدم الثقة بأمريكان بشكل عام هل هذا القرار هو قرار نهائي؟ هل محيط ترامب العسكري لحتى الآن استسلم لهذا القرار أو لا سيحاول إقنعه بتغييره أو بتغييره على أقل أثناء التنفيذ لأنه بعد إعلان انسحاب هذه القوات دونالد ترامب ممكن أن يوافق على إبقاء مستشارين وبعض العسكر كالمستشارين الإيرانيين كما يطلق عليهم مثلا دكتور إلينا كيف؟ كالمستشارين الإيرانيين كما يطلق عليهم في الأرض السورية سيدة إلينا نعم هذا وارد جدا أما بالنسبة لمستشارين إيرانيين فعلى أقل حكومة إيران هي اتفقت مع حكومة سوريا حول الوجود الإيراني في هذه البلاد نفس الشيء شأن روسيا فروسيا لم تخالف قوانين دولية لأنها لديها اتفاقية صنائية مع حكومة سوريا وهذا ما أشار إليه رئيس بوتين اليوم هو قال أن الانسحاب الأمريكي من ناحية إيجابة وجيد إذا تم لأن الوجود الأمريكي هناك لم يكن شرعيا مشروعا فلا يوجد أي قرار لمجلس الأمن يفاوض بهذا الوجود لا توجد أي اتفاقية صنائية في مسألة اللجنة الدستورية وكما تابعت ديمستورا أعلن عن فشله صراحة في تشكيل والاتفاق وتوحيد الرؤى في هذا الملف ألا يوعيق هذا الملف وحده تصريح بوتين اليوم؟ اللهجة ديمستورا لم تكن صارمة بهذا الشكل فديمستورا هو ديبلوماسي محترف ولم يعترف ولا مرة بالفشل وهو قال أنه توجد مماطلة ولكن هي فنية وتقنية أكثر مما هي جذرية فروسيا متفائلة الآن بسبب تشكيل هذه اللجنة مبدئيا أكثرية المرشحين تم الاتفاق عليهم من قبل حكومة سوريا ومن قبل المعارضة الآن ديمستورا يدقق في الأمر فهذا أدى إلى التأجيل ولكن لا توجد خلافات جوهرية أنا متأكدة أن اللجنة الدستورية ستتشكل قريبا وستبدأ عملها في السنة القادمة فقرار دونالد ترامب لن يؤثر على هذه العملية ربما هو التفاعل الروسي كالمعتاد مع المبعوثة الأممي الجديد في سوريا شكرا جزيلا الدكتورة إلينا سوبونينا مستشارة معهدي آسة للدراسات الاستراتيجية في موسكو أشكرك دكتورة على ما تفضطت به ترجمة نانسي قنقر